النهاردة كانت انطلاقة بطولة الدوري المصري افتتاح بطولة الدوري كان بمباراة أسوان مع الاتحاد السكندري في استاد أسوان وفي مدينة أسوان تهت بفوز الاتحاد السكندري 1-0 المباراة الثانية البنك الأهل أمام فرق والتعادل إجابي 1-1 ودلوقتي مباراة المصري أمام سيروميكا كليو بطر الشكل العام بيقول إن شاء الله يكون في بطولة دوري قوية الشكل الأحلى والشكل الأجمل لما تشوف النهاردة مدينة زي مدينة أسوان جماهيرها بتحب كرة القدم جماهير موجودة في المدرج وهو ده الشيء الأجمل وشيء الأعظم إن كرة القدم بتتلعب علشان الجماهير الفترة القادمة أو بعد شهور قليلة قادمة هيمر 75 سنة على انطلاق بطولة الدوري الممتاز زي ما بقول لحضراتكم البطولة الأعرق والأقدم ولكن بعد 75 سنة مازال برضو لسه عندنا أخطاء أتمنى إن شاء الله خلال الفترة القادمة نتدارك كل الأخطاء علشان يكون عندنا السلعة والمنتج الدوري المصري هو أفضل سلعة في منطقة الشرق الأوسط مع بداية مباراة الدوري المصري وافتتاح أول أسبوع في الدوري المصري لها بعض الملاحظات منها ملاحظات إيجابية وشيء جميل جدا لما نشوف النهاردة في مباراة أسوان ومباراة الاتحاد كابت محمد معروف وهو النهاردة بيطبق كلام كلاتنبرج لازم الكرة تستمر في الملعب نقلل حتة الصفارة ودي مهم جدا استمرار اللعب في الملعب واستمرار الكرة في الملعب النهاردة وإنت بتتفرج على المباراة ما بتملش ما بتزهقش رغم إنها المباراة الأولى المباراة القادمة أو التعليمات القادمة من كلاتنبرج لكل حكام الدوري استمرار اللعب ما نفضلش نصفر على الفاضي والغير فاضي لازم نسمح باستمرار كرة القدم وطبيعي الاحتكاكات الموجودة فده من الشيء اللي جاء بالنهاردة الحاجة التانية اللي أنا بأتمنى أن يتدرك الحكام حتة حراس المرمى بنشوفها السنة اللي فاتت واللي قبلها النهاردة حارس مرمى فرقيته محتاجة تعادل أو فرقيته كسبانة بنشوف إضاعة وقت كتير أتمنى الحكام خلوا بالهم من الحتة دي النهاردة لما تكون المباراة تسعين دقيقة نبقى بنلعب تسعين دقيقة ممكن يكون الوقت الضايع وليل لكن حتة حراس المرمى إن حارس مرمى ممكن يقع ويبدأ يضايع وقت علشان نتيجة المباراة بتاعته تطلع تعادل أو يكون كسبان فيبدأ الشوط التاني تلاقي الخمسة واربعين دقيقة تلاعبوا في الآخر تلاتين دقيقة فده شيء أتمنى من لجنة الحكام والحكام اللي بيديره أن يتدركوا هذا الأمر لكن كل المسندة للحكام نتمنى إن شاء الله وإحنا بنتكلم دلوقتي على بداية انطلاق بطورة الدورة المصري نتمنى العدالة ده الشيء اللي احنا بننادي بيه العدالة العدالة المفقودة لبالها سنتين وإحنا بنشوفها في التحكيم شفنا على مدار سنتين التحكيم المصري يوصل لإيه أنا في بداية كلامي سنتي التحكيم أشدت بالكابت المحمد معروف وهنشيد ودائما هنكون مساندين للحكام المصريين لكن الحكم المصري لازم يعمل اللي عليه الحكم المصري لازم يظهر كفاءة في المباريات نتمنى العدالة العدالة التحكيمية اللي غابت السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها نتمنى تكون موجودة خاصة في التحكيم وإحنا هنا مستبشرين خير بكلاتنبرج واللجنة بتاعته هنساند علشان التحكيم المصري يكون للأفضل التحكيم المصري يستحق أن يكون الأفضل عندنا حكام لكن محتاجين شغل أكتر منهم خلال الفترة القادمة الحاجة التانية المهمة وأنا بتكلم عن العدالة حضور الجماهير حضور الجماهير النهاردة ربطة الأندية المحترفة قالت إن ثلاث تلاف لكل فريق يعني ست تلاف يكونوا موجودين في المدرجات لكل فريق أو للفريقتين النهاردة اللي كنا بنشوفه السنة اللي فاتت إن تلاقي فريق ممكن يكون في المباراة تاعته حضر أكتر من عشر تلاف مشجع هو ده اللي أنا بطالب به السنة دي عندنا ليحة وأشدنا بالليحة اللي عملتها ربطة الأندية المحترفة وقلنا ربطة قلنا ليحة ممتازة نتمنى تطبيقها النهاردة لما يكون الجماهير ثلاث تلاف لكل فريق يبقى ثلاث تلاف لكل جماهي لكل فريق مش عايزين نشوف الأعداد اللي كانت بتحصل السنة اللي فاتت في بعض المباراة وأنا مش هتكلم على أندية الناس كلها عارفة والصورة ما بتجدبش لما كان المخرجين بيفتحوا الكدر ونشوف المدرجات مليانة لأحد الفرق كل الفرق كانت ملتزمة بعض الجماهير إلا فرقة واحدة كان بيتمسموح لها عدد أكبر من اللازم دي العدالة اللي كانت مفقودة في الدور السنة اللي فاتت والدور اللي قابليه ده اللي احنا بنطالب به العدالة التحكمية العدالة في حضور الجماهير وأيضا العدالة في تطبيق اللائحة النهاردة ربطة الأندية ما تبصش على ألوان التشيرتات أحمر أو أبيض أو أخضر أو أصفر أو أزرق النهاردة تبص على المخطئ أفتح اللايحة بتاعتي اللايحة والبنود بتقول إيه أطبق اللايحة على أين مين المخطئ